عشان كده محتاجين صفقات في الشتاء؟ انت محتاج حاجة؟ قول لي بس قول لي انت ايه؟ قول لي قول لي اطلبتك اوامل اعزاز ابراهيم ايه جديد؟ بص اه الجديد اللي في السوشيال ميديا وفي الرأي العام ولا الجديد اللي جوان الحقيقي الحقيقي الجديد الحقيقي لا تستمع لأي كلام لا يظهر عن نادي الاه مفيش فلان الفلان واسعار واجتهدات واقتربة واقتربة ووقع واحتفالية ايه اهل الخط الجامدة دي؟ العملية دي قد لا تخلو من اهداف تصدر لك طاقات سلبية ليه؟ اما كبر لك وانا قلت الكلام ده وقت ما كنا منتفاوضة مع المدربين الهايكس بكتش اما حط لك التوقعات العالية في المستوى معين وتيجي تجيب اي لعيب لا يلقى القبول لانك انت مركز ان هو ده المعجزة لما جاتش المعجزة دي يبقى احنا اخفاقنا غير حقيقي الاسماء التي يتم تدولها انها اقدى فيه منهم اسماء خلاص رايحة اوروبا رايحة اوروبا فما نهدى شوية لان مؤكد ان الكورة كانت مستنية عبدة الكابت الخطيب عشان يحط النقاط على الحروف والمعنيين بالامر يبتدوا انطلقوا فيه يعني لم يتم التحديد بعد مانت عشان يجيلك التكلفات لازم الشغل ده الاول يتم بفني اللي من خلال جهاز الكورة حتى على الاقل الكابت الخطيب يعني قبلهم ممكن في النص يبقى فيه لجنة التخطيط حصل دردشة معاه واستقرار فده ده لسه الكابت الخطيب ما اخرجوش في صورة تكلفات يبقى كل اللي فات ده خدوا على الاساس اجتهادات لاصحابه ما هياش في الصورة خطيب وجوزء منها وكلاء وكلاء ها طبعا ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم الوكلاء بيأصدق ياخدون الامج ياخدون الصورة الزهنية في مصر لكرة القدم هم اللي بيعملوا النجوم هم اللي بيفطسوهم هم اللي بيعملوا الارقام الخيالية الخزعبلية واخد بالك هم نتيجة ايه ان الوكيل بياخد نسبة فكل ما المبلغ يزيد نسبته بتزيد زائد ان الجزء اللي بياخده واللعاب مش هيضحي بيه وهيحطه على اللي عايزه النادي مش هيضحي بيه هيحطه على اللي عايزه فييجي مين بقى اللي يدفع المستهلك اللي بيتعاقد فلا طبعا على الأقل 30-40% زادت عبق على السوق الكروية من شركات التسويق ووكلاء اللعبين ما بقولش انها ملهاش لازمة ممكن يبقى لها لازمة واهمية لو كل واحد بيشتغل انه دوره دوره ان يبقى مدير اعمال مش وكيل سمصار هيتر ران وبعدين يبقى كله دوره ان يشجع اللعيب بتاعه انه يعيش حالة المظلومية عشان ياخد حقوقه وانه ازاي يختصم ناديه وازاي لا كلمه ازاي ينجح مع ناديه يعني انت دورك انك تجيب له حقه بأهم الطرق لكن اول ما يبقى لعيب عند نادي دورك انك تر على العلاقة دي ترشده للسليب تنجحه مع ناديه مش تحوله الادات ضغطة على ناديه نتمنى ان الامور تنضبط في هذا الاخر عشان كده صلاح ناجح صلاح معه مدير بس مدير اعمال ده بيدر له حقوقه ينوب عنه في كل حاجة ده صلاح ممنوع ان يدير اعماله ده فول بروفشنل محترف بشكل كامل فلي بيدر له اعماله حد هو اللي بيقول له حتى الصورة تطع تتكلم فيه انت عمل ايه تحضر دي ما تحضرش دي ترد على دي ما تردش على دي فاللايف كوتش ده ان لسه كنت بقولك من كذا مرة عايزين لايف كوتش عايزين منتل كوتش الزهني الذي يدير الموهبة ويدير الاعمال للمحترفين وسعيدهم من ان ينجح ده على مستقل العالم مش عيب حتى في الالعاب الفردية واضحة جدا سيمبرس وندال كل الناس الاجاسي اجاسي ده كان متعسر جدا بتاع التينس وما كانش عارف يخرج من اطار التالت ولا الرابع حد ما لايف كوتش قافز المركز الاول بسنين باحتكر لمدة طويلة الناس دي مش بتهذر عارفينه ان ده بيزنس فبيجيب حد يخليني اتصرف صحة مهم بجيب انfficínه أمتع